السلام عليكم يا أحلى عائلة يوتيوبية في العالم رجعت لكم بفيديو جديد بخصوص الهامصر وموضوع هالمرة حيكون مشكلة تساقط الشعر عند الهامصر اللي بتجيني عليه كتير أسلام إذا حابب تعرف أسباب هذا المشكل وطريقة الوقاية منه بليس سابع الفيديو للآخر الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تساقط شعر الهامصر أولها الاستحمام واللي سبق وتكلمت عنه في فيديو خاص رح أترك رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف عشان تشوفوه وتعرفوا معلومات أكتر عن هذه المشكل في كتير مرابيين بيستحموا للهامصر معتقدين أنه هذا الهامصر متصخ ولازمه استحمام إذا كنت تستحم للهامصر كتير فكون على يقين رح يجي يوم ورح يتساقط شعر الهامصر بس إذا حممت الهامصر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في حياته فما رح يأثر عليه لأنه في بعض الحالات بيكون الاستحمام هو الحل الوحيد لأحد المشاكل ثاني سبب هو استخدام المنتجات مثل الشامبو أو بودرة الأطفال على فرو الهامصر هاي المنتجات بتسبب مشاكل كتير كبيرة واللي هي ممكن تشيل زيوت الطبيعية يلي بتكون على فرو الهامصر مما يؤدي إلى جفاف الجلد وبعدين تساقط الشعر ثالث سبب واللي هو طبيعي جدا ممكن يحصل لأي هامصر كبير في السن عادة في عمر سنة أو أكثر يعني إذا هامصر كبير في السن ممكن يتساقط شعره مثل اللي عم يحصل للإنسان يلي بيكون كبير في السن أو اللي بيكون عجوز رابع سبب ممكن يكون الهامصر مصاب بحساسية جلية نتجة عن عدم نظافة القفص أو وجود حشرات في نشارة الخشب لهيك لازم نوفر للهامصر بيئة نظيفة وعدمة من الرطوبة هيك بكون ذكرت أحد الأسباب لهذا المشكل إذا أنتم عارفين أسباب أخرى أذكرها في التعليقات وهلأ رح أذكر طرق الوقاية من هذا المشكل للوقاية من هذا المشكل لازم ما نفكر في تحميم الهامصر أبدا إلا في حالة الضرورة فقط ونبحث الهامصر نهائيا عن أي منتج مثل شامبو لوشن بودرة الأطفال وغيرها ولازم نحافظ على نظافة القفص جيدا خصوصا هلأ نحن في فصل الصيف بتكون درجة الحرارة مرتفعة مما يجعل الطعام بتعفن بسرعة وبيسبب رطوبة في القفص وبسبب أيضا جراتيم اللي ممكن تدخل لفرو الهامصر وتسبب له حساسية جلدية في الآخر أحب أقولكم إذا هامصرك يعاني الآن من تساقط الشعر لا تتأخر لازم تاخدوا لطبيب بيطري عشان يوصف له علاج لكي يوقف هذا التساقط وهيك أحبائي كالعادة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى هذا الفيديو يكوننا لإعجابكم وتكونوا استفدتم منه وكمان اضغطوا على اللايك حابة يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم اللي عندهم همصرات لا تنسوا تكتبوا لي أراءكم وتعليقتكم وأسئلتكم في خانة التعليقات أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة